أعوذ بالله نحيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالتحليل البيئي الوحدة الأولى الغلافة جولة مسفير ونواصل هذه المقاطع ليشرح مكونات هذه الوحدة مصادر الملوسات الطبيعية كما أسلفنا في المقاطع السابقة وشرحنا مصادر الملوسات الصناعية هنا نتناول مصادر الملوسات الطبيعية للهواء من ضمنها البراكين تنطلق كميات كبيرة المواد الصلب والغازية من البراكين وكذلك الغازات المنطلقة من البراكين تتكون منها حوالي 70% حوالي 70% منها بخار ماء 70% منها بخار ماء وحوالي 15% منه ثاني أكسيد ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون وهناك حوالي 5% هناك حوالي 5% أوزون أوزون والكمية الباقية اللي حوالي 10% مركبات أخرى ومنها مثلا مركبات الكبريت مركبات الكبريت والهايدروكلوريك والهايدروكلوريك أسيد وأيضا هناك غازات الأرغون أيضا تعتبر من مكونات البراكين الموجودة فالغازات الصاعدة تساعد على ارتفاع درجة حرارة الكون ومسلمة بالغلوبيل وورومينغ وتؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وتسبب فيه كوارث وفيضانات إذن هذه واحدة من مصادر المنصات الطبيعية الموجودة أو المسبب فهنا الغازات من أكسيد فليس للحصر وإنما كأمثلة أو الأكسيد الكربون النشاطر الحمض الهايدروكلوريك والأرغون وكما ذكرنا النسبة في السطر الأول وشرحنا مكونات بنسبة كل منهما في المئة في مكونات غازات صاعدة من البراكين الغبار والأتربة المحمولة وهي العواصف الترابية وخاصة العواصف الترابية في المناطق الجافة هناك أتربة في الصحراء بالزاد تكون عواصف ترابية على هيئة أتربة متصاعدة وقبار متعلقة كما توجد كبريتات الأمونيوم في المناطق الساحلية وذكرنا أي كما أسلفنا في بعض المغاطع كيف نكتب كبريتات الأمونيوم كبريتات الأمونيوم وتوجد في المناطق الساحلية في طبقة التروبوسفير النيازك أيضا تعتبر مصدر آخر للقبار الجوي مطلقة ما يصل حوالي 10 ألف طن من الأتربة يوميا وهذه ناتج عن النيازك الحرائق هنا أيضا تصاعد منها غازات مثل النيتروجين غاز النيتروجين وهو الأكسيد الكربون والسانيكسيد الكربون نتيجة الاحتراق غابات هنا نجد أنه الحرائق في فصل الصيف تكثر تتعرض الغابات والحشائش للحرائق وهنا قيوم دخانية كسيفة تحتوي على هذه الأنواع من الغازات الملوثة حبات اللقاح وهذه في فصل الربيع طبعا مشهور جدا انتقال حبايات اللقاح في فصل الربيع لو يسجوا سبب حساسية لهي في فا لبعض الناس سبب لهم حساسية وأيضا في مناطق القابات نجد أن هذه حبات الغابات ستشكل في جو سديمي في مناطق الغابات وهو ما يعرف بعبوق الشمس ولها آثارها السلبية على جسم الإنسان ما أسمى بالهاي فيفر الصناعج أي السجم يسمى السوت عدم الاحتراق الكامل الكربون بحرق الوقود الحفوري يؤدي إلى تكون هذا الصناعج وانطلق في جو عن طريق المداخن يصدر من المطاعم المداخن وهذا الشكل مألوف في المدن ملاحظ كثير جدا الأطخنة تنتج عن احتراق المعادن وتأكسودها حيث تصعى جسيمات صغيرة قطرها أقل من 2 مايكرو وهذه الجسيمات الصغيرة تصعى عندما تكون الحر الشديدة جدا في حالة في حالة درجة حرارة درجة حرارة درجة حرارة تكون عالية فتؤدي إلى تصاعد هذه الجسيمات سأدي إلى تصاعد هذه الأكاسي بفعل درجة الحرارة المرتفعة ارتفاع شديد اشتركوا في القناة